يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومئتين واثنين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وخمسة عشر ألف شخص هذا وقت تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم نحو تسعمائة وسبعين ألف شخص